الاجتماعي رح نتواصل نحن وياكم لحظة بلحظة حلقة بحلقة وكل الأمور وآراءكم وحتى مشاكلكم رح نتلاقيها على عنويننا الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وأمور أخرى رح نشوفها تباعا ونشاهدها تباعا على الشاشة وخلال هالأسبوع كنا طبعا وللأسف بدل ما تكون انشغالاتنا بأمور إيجابية وأمور حلوة لهالبلد كانت انشغالاتنا بأمور مؤسفة جدا منها التفجيرات والانفجارات والسيارات المفخخة والرعب المتنقل بين الناس من منطقة إلى منطقة ومن حي إلى حي حتى باتت النكبة وباتت المصيبة وباتت الدمعة ابتسامة في مكان من الأمكنة وخصوصا معروف عن الشعب اللبناني أنه بأصعب الظروف بيظل يعرف يبتسم ويعرف يضحك وبيظل يعرف كمان كيف يحول الأمور السيئة إلى أمور إيجابية كتبت على تويتر هذا الأسبوع بعد ما صار فيه تناقل لعدد من الأخبار أنه انتبهوا إذا كانت سيارة موقفة محطوط عفوا محطوط رقم هاتف على زجاج السيارة أوعى حدا منكم يطلب هيدا الرقم لأنه ممكن يكون هيدا الرقم موصول بصاعق قد يفجر السيارة وانتوا جنبها وبعد يومين طلع يمكن عن معالي وزير الداخلية قرار بيقول على كل شخص لما يكون موقف سيارته أنه يوضع على سيارته بطاقته بطاقة تعريف ورقمه الشخصي فكتبت على تويتر طيب احترنا لا تترك سيارتك بدون بطاقة تعريف ورقم هاتف وحذاري أن تطلب أي رقم موضوع على السيارة يمكن تنفجر فيك فشو بتعمل فبدأت الردود تتواصل بشكل من لبنان وخارج لبنان رح ننقلكم أبرز هذه الردود فأنا كمان كنت أقيل على أساس اللي سرق السيارة تيفجرها صعب كتير عليه يسرق أو يزور أو يخترع أي بطاقة تعريف يعني زكاء الوزاري عندنا هالأيام حرام ما يدرس بالجامعات وهون لم أكن أقصد فقط طبعا مع الوزير الداخلية ولكن في عنا وزراء كتير أبدعون خلال الأسابيع الماضي بأراء الفضيعة جدا بالفعل يعني يجب على الزكاء الوزاري اللبناني أن يدرس بالجامعات بالفعل فأجت الردود على هذا التويت اللي نعمل مثلا من مصر على ما أظن هذا الرد بيقول بسيطة روح البنك أسحب فلوس كتير واشتري توك توك وإنت حتبقى زي الفل توك توك يعني هي عربية صغيرة على شكل الموتوسيكل بتلاية دوليب يعني يستعمل داخل الأحياء الشعبية للتنقل فيه تويت تاني بيقول ساعتها بيبعث لك الوزير اس ام اس على تليفونك بالقبر بيقولك فيه كنا مرأبين اتصالتك وانت الفاعل فيه ناس تانيين علقوا بيقولوا علق لوحة وكتوب عليها يرجى عدم تفجير العربية لأن العربية عليها أقصاط وهذه رح نشوفها لأنه مثل هذه الصورة اللي صارت يعني أنا ماني عم شوف الليلي مضبوط الأسماء الأشخاص على الشاشة بدكن تعذروني جمعة الجاي بجيب النظارات معي شو اسموه؟ هدير هدير يعني هاي الصورة وزعوها على الفيسبوك كمان بيقولوا فيها فعنا بعد يمكن واحد بيقولوا يعني بتشوف ما أحلى اللي بده يفجر يكتب لهم اسمه رقم التليفون عنده يكتب بعد التفجير تعهو شربوا عنا فنجان أهوي إذن الشعوب حتى بأسوأ الحالات وبأسوأ الأوقات لما تكون حتى عم تتكلم بشكل جدي عن موضوع معين بتتفاجأ أن ردود الفعل بتجي بمعظمها ردود ساخرة وردود مضحكة وربما مثل ما بيقولوا المضحك المبكي في هذا الزمن قبل ما ننتقل إلى تفاصيل أكتر حول مواضيع آنية مبارح طبعا كلنا شاهدنا انتخاب ملكة جمال لبنان انتخاب ملكة جمال لبنان هذا الحفل اللي كان حفل ممتاز طبعا الصبايا كانوا حلوين وعلى مستوى من السقافة وعلى مستوى من الحضور يمكن أفضل من سنوات تانية البعض كان أفضل والبعض كان لا نسبة الجمال بتبقى هي كمان نسبية بين الأشخاص منهم مين ما بيقول أنه الملكة حلوية ممكن غيرهم بيقول لا كان فيه أحلى من الملكة مش هيدا الموضوع اللي نحنا بدنا نضطرق لألوه بدنا نضطرق لألوه نحنا اليوم هو ما كتب على الصفحة الأولى في جريدة الديار صباح اليوم على صفحة الجريدة كتب موضوع خطير جدا 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 وهو اتهام بأن هناك رشاوة بملايين الدولارات قد تم دفعها للجنة التحكيم المشرفة كانت على انتخابات ملكة جمال لبنان في الأمس وحسب ما جاء في الديار